السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بغادي ديوغو سعيدة جدا بلقياكم كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال طلبتوا مني لا تاخت بالفواكه اليوم غادي نحضروها فاي وصفة طلبتوها فغير تحلي الفرصة باذن الله وغادي نقدم لكم جميع طلبات ديالكم فهذا التورتة كتجي لديدة بزاف بوحد العجين صابلي وبكريمة اللي مشي غير كريم باسيسيا غا عادية غنضرو فيها لا كريم فخش يعني بالمعنى الحقيقي ديال الكريمة وغنزينو بالفواكه اللي موجود عندكم ودرت في جناب لاموس بشوكولة فنمشيوا على بركتي الله هنشوفوا المقادير والطريقة غادي نبدو بالكريمة لانها كتحتاج شوية الوقت بش تبرد فغادي ناخدو جوج حبات ديال البيض تسعين جرام ديال السكارسينيدا مياو سبعين جرام ديال الحليب عشرين جرام ديال زبدة انا درت زبدة من اصل حيواني وغادي نحتاجو الخمستاشر جرام ديال الناشا او مسحوق لكريم باتي سياغ انا درت لكريم باتي سياغ صراحة كتجي ألد اللي هي هادي وغا نحتاجو ميتين جرام ديال لكريم فخش اللي بلا سكار فإلا استعملتو كريمة اللي فيها السكار فنقصو السكار وغا نحتاجو كيس ديال سكار فاني كناخدو كاسرونة نديرو فيها البيض سكار الحليب الفاني والا كريم باتي سياغ او الناشا يعني كنخلطو كل شي مع هذا الزبدة وغا نخليوها هيا وغا نخليو الزبدة عفون حتى الاخير وكنضيفو ايدا حتى الكريمة كيم ما شفتو كنخلطو كل شي وغادي نحطوها فوق النار وحنا كنحركو حتى كتتقال مهم قبل ما نحطوها فوق النار ضروري ان الخليط يكون متجانس سفي كنبقاو نخليوها فوق نار مهيلة حتى كتتقال وحنا كنحركو كيما كتشوفو سفي وغادي نخليوها عفوان غا نضيفوها بالزبدة اللي خلينا وهي مازال سخونة باش كتدوب فيها المقادير غا نخليهم لكم بإدني الله في صندوق الوصف كنخلطو الزبدة حتى كتنساجم مع باقي المكونات وكتدوب سفي وكنفرغو هاد الكريمة في ايناء وغادي نخليوها تبرد مزيان قبل ما نستعملوها انا غا نغطيها بفيلم أليمونتغ داروري تغطيوها باش ما كتدير شلينة واحد القشرة الفوق خاص البلاستيك يكون كي يلامس الكريمة مباشرة سفي وغا نخليها شوية تبرد ومن بعد ندخلها لتلاجة غا نمشي وده بنحضروا العجين او البات سابلي ديال الاتارت غادي نحتاجوا مية وتسعين جرام ديال دقيق الابيض انا درت لكم هنا يلقياس في كيسان ديال العنبا مية جرام ديال الزبدة اللي ضروري تكون بحرارات المطبخ لان الجو بيرد بزيف فضروري نخرجوها من تلاجة قبل باش كتسهل علينا الخدمة وغا نحتاجوا ستين جرام ديال لوسيكر غلاس او سكار غلاسي واسفار بيضاء وممكن قبيصة ديال الملحي لبغيتو كناخدو ايناء نديرو فيها زبدة و سكار غلاسي وغادي نخدموه يا اما بيد دينا يا اما بالغوبو او العجانة انا درتها بيد ديال باش حتى الناس اللي ما عندهمش الماكينة يزعموا انهم يخدموها كندلكو هاد زبدة مع اسكار مزيان حتى يندمجو يعني زبدة كتشرب لنا هذا كاسكار وكتولي شوية كريمية ما يبقاوش قطع ديال الزبدة بوحدهم عزولين يعني الخليط كيت جانس من بعد غا نضيفو اسفر بيضاء وكنعاودو نخدموه بيد دينا من بعد غادي نضيفو الدقيق نحاولو ما نعجنوش بزاف فقط ان انا كنجمعو العجين يعني غير بالاصابع كنضيفو الدقيق بشوية بشوية انا هنا يهزت لي مية وتسعين كرام مهم ممكن تهزلكم اقل شي شوية او اكتر شوية على حسب النوعية ديالو بغينا عجين يكون رطب ماشي بزاف وماشي قاسح بزاف كيما غتشوفو معايا انا درت مية وتسعين جرام ديال دقيق كلها وهذا هو القوام ديال العجين كيما كتشوفو عجين لي شوية شاد راسو صفي انا جمعتو كتلة واحدة وغادي ناخدو قالب يا اما ديال السيليكون يا اما ماديني انا هذا خديته من بيم جابهم مؤخرا شي جسي مندبة او ثلاثة هاد القالب ايلا كان ديال السيليكون وكان جديد كندهنوه بالزيت قبل ما نطيبو فيه اول مرة فمليه كنجيبوه كنغسله بالماء غليان والصابون ونشفوه ومن بعد ندهنوه بالزيت وغادي ناخدو العجين ديالنا كنتلقوه بين جوج ديال البلاستيكات او وورق الطبخ اللي بغيتو اللي موجود عندكم فهاد المول شوية كبير انا قلبتو او عبرت القاعدة فيه 23 سنتيمتر فممكن تستعملو غير مول ديال 20 سنتيمتر ايلا بغيتو شوية لابات فيها السمك انا كتعجبني لابات تكون ارقيقة كنتلقوه على شكل القالب يعني القياس اللي يغطي لنا القالب ويفيد شوية من جناب كيما غاتشوفو معايا هنتوما العجين انا درتو رقيق وكنحطو القالب بهاد الشكل ونقلبوه من بعد غادي نحيدو هاد الورق وغادي نزلو العجين نزلوه للقاع بحلكة من من قوش نجبدوه يعني العجين ينزله هو مرتاح صافي وضروري يكون فائد ديال العجين في الجنب باش نقطعوه وكيجي ناشكل ديال لطاقة مقاد انا انا كنقاد حتى الجنب كنتبتو صافيو كناخدو سيكين فغير كندوزو بحلكة العجين كيتقطع بكل سهولة يعني ما كنحتاجوش اننا نضغطوه نسيط مستعدات نزلوا ديال عجين تصيرو به ديال طاقت الصغيرين او تحتافضوا بيه في المجمد لمرة واحده اخرى هنا انا كملت انا اغطيتها بفين مماني من تغيقها للتلاجة ممكن تتقوها بفرشيت هنا افي هذا قبل ما ادخلوها انا دخلتها لتلاجة تقريباً واحد ساعة وممكن إلا ما عندكمش الوقت تدخلوها المجمد يعني غير كتش الدراسة هات قصى حسا فيك نخرجوها وندخلوها الفران مباشرة هنا أنا تقبتها بفورشيت كي ما شفتو ودرت ورق الطبخ قطعتو على شكل دائري وغندير فوق منه الجلبانة يابسة باش كنتقل عليها وما كتنفخش ليه من الوسط باش مليه كتكون طيب متنفخش فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هكا تشوفو وندخلوها الفران اللي يكون سخون من قبل داروري كل فران سخون كندخلوها على 180 درجة حتى كالطيب من الأسفل كيبانو اللي نجدنا بتحمرو من بعد كناخدو أبيض البيضاء اللي بقالينا لأننا استعملنا غير الأسفر كنطربوهم مزيان وغادي ندهنو بيه الوجه ديال هاد لاتخت ندهنوها مزيان وغادي نرجعوها الفران تتحمر غنشعلو عليها هاد المرة غير من الفوق ونخليوها حتى كتتحمر من الوجه ديال هاد لاتخت حتى كنت تجينا العجينة طيبة مزيان ومحمرة وبحل اللي كنديرو وحد طبقة مشمعة يعني ملي كنديرو الكريمة ما كتكي بقال عجين مقرمش كوستيون ما كيرطابش هنا يام بعد ما بردات حيتها أنا درتها في تبصيل وغادي ناخدو فواكيه للتزيين على حساب اللي موجود عندكم أنا درت الموز قطعتو دوائر وغادي ندير عليه عصير ديال الحامض باش ميكحلش ليه لاني غادي نخليه مازال واحد شوية حتى نوصل ليه وغادي نضيف ليه ايضا واحد ساشي ديال السكارفاني كتبقى اختيار يا يلا بغيتوا تديروها كتعطي واحد نسمة زوينة كنخلطو كل شي وغادي نخليوهم جانبا وغادي نخرجو الكريمة ديالنا كنخلطوها هان شوما كي الكريمة را كتجي بالمعنى الحقيقي ديال الكريمة يعني كتجي زوينة بزاف كنخلطوها كي ما كتشوفو غادي نديروها فوست هاد لاتاعة هنا عندكم الاختيار ممكن ديروا النص ديال كيميا ديال الكريمة وديروا الفواكه وتغطيوهم بالكريمة وما غايجوناش بينين او ممكن زينوا بهم الفوق كي ما درتانا يا فكيبقى لكم الاختيار نحاولو نقعدوها وعندي انا هاد لاموس بالشوكولة كانت بقاتلية لبودغ فطربتها مع الحليب غير واحد شوية بقالية طربتو مع الحليب وكن زين كي ما كتشوفو فما قدتنيش باش نظور على لاتاعة كلها ماشي مشكيل غنكملو تزين بالفواكه انا خديت هنا يا جوج حبات ديال موندارين غنقطعوهم الانصاف دوائر بهذا الشكل وزينو بالشكل اللي بغيتو وكذلك دوائر ديال الموز صافي وهذا هو الشكل ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم كنتمنى ان الوصفة تعجبكم وتجربوها بصحة ورحة شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله